في الاحوال الشخصية وهيكون موضوعها عن انواع الطلاق وهنشرح كل نوع فيهم بالتفصيل امر الزوج بحسن معاشرة الزوجة وامر الزوجة بتاعة الزوجة لكن قد يحتس خلاف بين الزوجين فالطلاق افضل للحلول طيب ايه هي انواع الطلاق واسباب كل نوع فيهم وامتى نحدد ايه نوع الانسب لكل زوجة اي نوع من الضرر الواقع على الزوجة هو يعتبر نوع من انواع الطلاق ده بشكل عام مفيش حاجة اسمها في نوع ماينفعش لا اي درر يقع على الزوجة من الزوج هو بيعتبر نوع من انواع الضرر يجوز للمحكمة اللي هي اطلق الزوجة من زوجها بالنوع ده فيه الطلاق لتعدي الزوج بالقول او بالفعل وفيه الطلاق للهجر والطلاق للسفر او الفجدان والطلاق لحبس الزوج والطلاق لعدم الانفاق والطلاق لاستحكام الخلافة بين الزوجين والطلاق للزواج باخرى والطلاق بسبب مرض الزوج والطلاق للخلع اخير اولا حابب اوضح ان الزوجة بيستحق كافة حقوقها الشرعية في كل انواع الطلاق اللي انا ذكرتها معادة نوع واحد فقط اللي هو الطلاق بالخلق هنتكلم في كل نوع على حدة وهوضح الفرق بالك اولا التعدي بالقول او بالفعل على الزوجة من الزوج فيعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق كل تصرف يصدر من الزوج او سلوك ماشينا او بخل بالاخلاق الحميدة يلحق بالزوجة او اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية بينهما ويكتفي ان يثبت وجوعه ولو لمرة واحدة فقط ويتم اثبات الضرر الواقع على الزوجة عن طريق محاضر بتتم تحريرها في اسم الشرطة او بشهادة شهود عن طريق المعكمة سواء كانت تعدي قولا او فعلا الشهود هنا بيبقوا ركني اساسي في الموضوع ولازم يكون الشاهد شاهد رؤية وليس شاهد سماع يعني شاف بعينه اي وقعة اعتدى فيها الزوج على زوجته الطلاق للهجر وده تاني نوع من انواع الطلاق وهو ان يهجر الزوج زوجته اكثر من سنة على ان يكون عايش معها في نفس البلد وليه معطن معلوم بس عايش حياته عادي ما بيسألش ولا عن مراته ولا عن يعاله ويهجر زوجته بدون عز مقبول الزوج هنا بيقدر تثبت الهجر عن طريق شهات الشهود وحالة الدعوة للتحقيق والشهود دولاد بيكم يحضرهم في المحكمة بيقولهم اللي هو ما دخلش عليها ولا دخل البيت او مسكن الزوجية طوال الفترة اللي الزوجة بتقولها ولازم يكون الفترة دي مش اقل من سنة في بعض الاحيان يقال او بعض المحاكم بتقول اللي هي ستة شهور بس احنا طبعا يعني بنكون في المضمون وبنشتغل عليها على اساس سنة وفي الطلاق للهجر مش شرط اللي زوج يكون اعتاد على زوجته بالقول او بالفعل او حتى ما بيصرفش عليها يكفي بس سبب الهجر لمدة سنة بعد السنة دي هات الزوجة بتقدر ترفع دعوة طلاق للضرر من هجرها في المحكمة والمحكمة بتحكم لها بالطلبات النوع الثالث من انواع الطلاق هو الطلاق للسفر او للفجدان وهنا بيكون الزوج سافر او هاجر ومحدش عارف عنه حاجة ولا حد عارف يوصله لمدة اكتر من سنة ومولوش موطن معلوم والزوجة تضررت من طول فترة غياب الزوج ومش عارفة هو حي ولا ميت ولا عارفة هي تعمل ايه فمن حق الزوجة هنا اللي هي تطلب الطلاق من المحكمة لفجدان الزوج او اللي سفره ولازم الزوجة قبل ما ترفع دعوة في المحكمة تعمل محضر اثبات حالة للزوج مفقود وهي مش عارفة توصله النوع الرابع من انواع الطلاق هو الطلاق لحبس الزوج لتنفيذ عقوبة مكايدة للحرية وشرط العقوبة هنا لازم تكون مودتها ازيد من ثلاث سنين الزوجة لها الحق انها تطلب الطلاق للضرر بعد برور سنة من تنفيذ هذه العقوبة بعد السنة تقدر ترفع الدعوة في المحكمة وتقدر تاخد حق لطلاقها من زوجة خامس نوع من انواع الطلاق هو الطلاق لعدم الانفاق فمن حق الزوجة انها تطلب الطلاق لعدم الانفاق لو الزوج تعمد عدم الانفاق عليها وعلى صدره لو الزوجة حصلت على احكام نفقة صدرة في حق الزوج والزوج للأسف ما نفذهاش ممكن ترفع بعدها طلاق لعدم الانفاق والمحكمة في الحالة دي هتحكم لها بالطلاق للضرر بسبب عدم الانفاق سادس نوع من انواع الطلاق هو الطلاق للشقاق او لاستحكام الخلاف بين الزوجين وده بقى فيلم كبير شوية يعني ببساطة لو امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج وهجرت منزل الزوجية والزوج انظرها بالطاعة بشخصها او من ينوب عنها لابد ان تعترض الزوجة على انظار الطاعة في خلال تلاتين يوم امام المحكمة بموجب صحيف الدعوة وتسبب صحيفة الدعوة دي بأسباب اعتراضها على عدم طاعتها بمنزل الزوجية وهذا المحكمة هنا نظر الاعتراض فاذا شافت المحكمة ان الخلافة مستحكم بين الزوجين او طلبت الزوجة التطليق لاستحكام الخلاف اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم وبتحكم في الدعوة بنائنا على تقديرها للضرر واقع على الزوجة من عدمه بثلاث حالات محددة اولا طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بكامل حقوقها من نفقة عدة ومتعة ومؤخر اذا كان الخطأ من جانب الزوج فقط وهدي المحكمة هي اللي بتقدرها ثانيا طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بنصف حقوقها الشرعية اذا كان الخطأ مشترك بين الزوج والزوج ثالثا الطلاق بغير اي حقوق للزوجة اذا رأت معادلة المحكمة الخطأ كان بسبب راجعة من الزوجة سابع انواع من انواع الطلاق هو الطلاق للزوج باخره فمن حق الزوجة ان تطلب الطلاق للضرر لزوجها باخره ولكن يشترط ان تثبت الضر العائد عليها يعني ما ينفعش اي حد يروح يطلب الطلاق من زوجه عشان هو راح يتجوز عليه لازم يكون في ضرر هنا واقع على الزوجة سواء مادة او قدبي لان الضرر هنا لا يفترض وعلى الزوج هو رايح يتجوز الجوازة الجديدة ان يكرر في وصيكة الزوج بحالته الاجتماعية اذا كان متزوج او لا فاذا كان متزوج لازم يكتب اسم الزوجة السابعة او اي جوازات تانية في عصمته وعناوينهم وعلى المواصق او المأذون اخترهم بالزواج الجديد يختر مين يختر الزوجات اه للأسف بيختر الزوجات بالزواج الجديد ويجوز للزوجة الذي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادة او معنى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه قبل العقد الا يتزوج عليها بشرط عدم ورور سنها لازم يكون في سنة في خلال العلم لو انا في السنة دية ما تخسش اي اجراء للأسف كده انا مش من حقي الا انا ارفع ضعوة طلاق للزواج باخرى وحق الزوجة بيسقط في طلب الطلاق للزواج باخرى بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمن ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها الزوج النوع التامي من انواع الطلاق وهو الطلاق بسبب مرض الزوج فعند مرض الزوج وعدم قدرته على القيام بالمهام الزوجية في الحالة دي الزوجة بتخشى على نفسها من الفتنة بسبب مرض زوجها ومن حقها تطلب الطلاق ولكن اشترط ان يكون المرض اللي اصاب الزوج هو مرض مفيش امل من الشفاء منه مثال المرض الجثماني كالعطم والمرض العقلاني كالجنو والنوع الاخير والتاسع من انواع الطلاق هو الطلاق للخلع وهو الطلاق مقابل ابراء الزوجة زوجها من كافة حوها الشرعية وتتنازل على المتعة والعدة والمؤخر واي اجور شخصية له اذا كانت حضنها ولا يسكت حقها في نفقتها لأولادها ولا في حضاناتها لهم ولا في تمكينها من مسكن الزوجية ولكن بتفتدي نفسها فقط من كافة حوها الشرعية في مقابل خلعه والحكم هنا بيبقى طلقه بقى انها خلعا ولا يجوز الطعن عليه بالاستيناف ولو حب الزوج في الحالة دي يرجع زوجته تاني لازم يكون بعائد جديد ومهرجند